لا لا بالعكس ليست الحقيقة كلام رئيس الجمهورية قاية سعيد كان واضح وصريح وهذا كلام الشعب التونسي ككل قال نرفض الحقيقة معناها قال نرفض صدقات ونقبل التعامل والتعاون يعني هذا بناء على مصالح مشتركة والتعاون خاصة في مقامة الهجر الغير شرعية للدول جنوب الصحراء تونس ليست مصدر هجر كما يروجه في الاتحاد الأوروبي بل هي أرض عبور فقط رئيس قاية سعيد مواقفه كانت واضحة لأن السيادة الوطنية فوق الناس الكل بالنسبة للاتحاد الأوروبي ما يعرفوش أنه ثم ربما يعرفوا ويعمنوا روحهم أنه ما يعرفوش المجموعات وافدة من الدول الأفريقية وهي الحقيقة المجموعات هذه مجموعات إجرامية وراها معناها إجرام خطير التجارة بالبشر مواقف تونس ثابتة في هذه المسألة وحسمت فيها يعني الحقيقة معناها ونشوفه فيه كوارف قادة تسير في البحر في البحر الأرضي نرجع لك لسيادة الوطنية قيسي سعيد الحقيقة الموقف مشرف جدا وموقف شرف في توانس الكل وشرف حتى الدول العربية وتونس الحقيقة لقاعد ما يروش بين الزفرين في الاتحاد الأوروبي أنه تونس على وشك إفلاس وتونس عندها مشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية وهو في الحقيقة ما فماش مشاكل بعض المشاكل كما الدول العالم عندها مشاكل اقتصادية وهذا ما ننكروش فيه ولكن مش لاحد أنه تونس على وشك إفلاس وبدليل وبدليل وأنه تونس لحد اليوم خلصت ديون 74% أمتاع 2023 والحمد لله لحد يوم خالصة معناها ديونها الخارجية يعني هذا دليل أنه تونس الحمد لله معناها أزمة تسير وأزمة القمح والخبز في عديد الدول الأفريقية والعربية وحتى الأوروبية نشوفه في فرنسا شنو سير في فرنسا اليوم معناها واحد شيخ في الخبز يقعد ساعة أشد صف بشيخه بالخبز يعني عادي ومعناها الموقف السياسي في تونس الموقف كان مشرف جدا حاليا حاليا أستاذ معز هل تطالب تونس باتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي ورد الفعل الاتحاد حول ذلك الاتحاد الأوروبي الغاية متاعه هو يحب يفرض السياسة بالاتحاد الأوروبي على تونس لأن الحقيقة الإسلام السياسي في تونس هو متسبب رقم واحد السنين اللي مرت كل كشف اللي احنا فيه اليوم هو السبب الرئيسي هو هي حركة النهضة ومشتقات حركة النهضة 12 عام عملونا مشاكل كبيرة يعني في جميع المجالات النواب اللي حاب يجيوا لتونس من الاتحاد الأوروبي وتونس اخذت فيهم موقف بقبلتهم مش لأنهم يعرفوهم على الجيين الجيين يحب يفرضوا على تونس وأنه املاءات سياسية من الخارج وهذا مرفوض مرفوض من الشعب التونسي أولا وثانيا من عند رئيس الجمهورية اللي هو مرفوض الشعب التونسي لكن ألن يكون البديل خطيرا في حال رفض أو عدم الاتفاق مع التكتل الأوروبي يا أخي الكريم ثم حتى حاجة خطر علينا اللي خطر هو بدينا هذه الهجرة غير الشرعية المستمر أستاذ معز الهجرة الهجرة غير شرعية في تونس سعيبة باش تنجح لأنه أنا يقتلك تونس منطقة عبور مش معناها عادي هذا كل يوم يصير في غلبية الدول تونس ما اخذى موقف لن يقاش فيه وهم الاتحاد الأوروبي على تونس أولا يعني يفرض علينا إملاءات إملاءات وهذا نرجعه بتبيعة اللي دي منقولها وانه إسرائيل عندها دور في هذا إسرائيل عن طريق دول أوروبية تحب تفرض إملاءاتها مش ديريكت بتبيعة أيضا وزير خارجية قالها بصراحة أن جاءت إملاءات أو محاولات على على التطبيع مع إسرائيل وطبعا تونس ترفض لأنه الشعب التونس يرفض نشوفه في سوريا شنو أصار في سوريا واليوم الحمد لله رجلت الهلقات مع سوريا وسفير سوريا وتونس إن شاء الله معناها يعني حقيقة كل متسببة هي إسرائيل لن يقاش فيه هذا هذا لن يقاش فيه وبقيادة أمريكا نحن نستنعوه في قرر من 2018 لليوم 1900 مليون دولار ما نحن نقم نعم أشكرك جزيلا شكر معز الغريبي المحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة الخبر التونسي على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من تونس ترجمة نانسي قنقر